تروق على EFM أحلى غاديو خمسة ودراجة على EFM مساء الخير مرحبا بالجميع في عدد جديد من سبور بلوس في موعدو رمضان اليوم 14 فريق 2022 الموافق ل13 رمضان مرحبا بكم ونسل الكل في حلقة جديدة من سبور بلوس كل عادة نرجو على آخر وأهم المسجدات في آخر 24 ساعة في EFM سبور بلوس اليوم نحكي البقلاة تعود من جديد للربط الأولى أولمبيكسي ديبوزيت كذلك يعود بعد غياب 6 مواسمة تراجي واجه وفاق السيف بحضور 35 ألف متفرج في ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائرية وكذلك نرجع من جديد على أهم استنتاجات ومخرجات الجولة الأخيرة البارح من البطولة أخطاء كارثية ومتعدة للجمال وليبن سعيد هل تعيد طرح موضوع وملف حراس المرمى في المنتخب الوطني تونسي وإلى لا هلال الشابة مستاء من مكرم العبروغي وعديد من الأخبار والمسجدات هذا وغيره إذن من الأكتواليتي تحية كبيرة برشا لكل متابعين سواء كانوا داخل تونس وخاصة خارج حدود الوطن تحية كبيرة للكيب دوبرود أمير في الإخراج في أعداد العمل الصحفي بشرة عابير وأيمن في الستويب وفي السوشيال ميديا وإيهاب ووائل في الإي اف ام تيفي وعلى مستوى الإخراج الرقمي معكم أيمن زروق رفاقكم كل عادة في سوية عام نزمين تبدأ من تور رحلة تواصل حتى للستة متاع العشية سعيد جدا أنه بشيكون معانا لأول مرة لأول مرة بعد أربعة مواسم في سبور بلوس الأستاذ المحامي الصحفي النقد غني عن التعريف الأستاذ فتح المودي مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا بك يا متر أهلا أيمن أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات بالتباعة سامير أشقاول كل تماما مع سامير ولي درجان يقدش عربعتاش كمسجن سنائل تالي حنبا هاي 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 تاريخ حلو شرفني برشة أختي اللي اتكلمتني من نزمتش نقول له بتباعة الحال طلبك عزيز كي ولدي يعيش لأنه ان بلوس الميشيون متاعك حلوة برشة يعيش حادي نتخدموا في خدمة لا لا اي افام سبور سيتم بو جيب أنا أنا منتبعش برشة ولكن اي افام سبور وقت اللي تسمع برشة أخبار منين منين وين خرجت وين في تلقى اي افام وفي سامير قال في اي افام هيعتيكم الصحة ايه بيانجور بلبزها شرتو سامير ديما بلبزها حاجة ولا دونك ووو وليد عندو زادة ساعة شوطات اشنا ويشوت يتز يتز اكاو دونك ما نجمش في فريق فيه تبارك الله هذه مو معاكم ساعات تشكونة معاكم سلا عمار جمل ترد سلم يحمل من رب اشتكوك في كتشافة عمار جمل الاول تجربة كرونيكور والله انا من تبعش برشة مية، عمار الكرونيكور نحب وخير من له عمار المليعبي لأنوا الكرونيكور في عندو برشة الخامة برشة إليجانس المليعبي بيان شير نحبه برشة لأنه المليعبي تبارك الله القليب يسمع شو الي علىقل تفتخدوا اليه توال اليوم الي هو كل اللي هو عمار جمل ما عندهم مش كان عندهم حتى 3-4 عمار جمل رانا كده ولكن كيه كروني كور الرأسانة والعقلانية ريت 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 وتحليل الموضوع حيات والحيات حلف عالقرقين اشتحكي يا ودي تقول مش نورمان لا ولا تقول انا انا كان جيتش حكومة نجلة بودن سميه وزير خارجية عمار جمل عمار جمل ديبلوما سياسر اوه ادري ما عندك عمار ادري ما عندك عمار والا ديبلوما سياسر يا سيدي والله شعيد جدا وكلامك كذيل كله بالحق حاجة تشرفني وحاجة تفرحني بالكده بالكده نحكي على الأقل علي انا شخصيا كأي من زروق نتصور تلدي الولاد يفرحهم كلمك يجي من عندك انت يا وستاذ منيش مصدق انك لأول مرة جيت بحذين ان شاء الله لن تكون الخير ومحضرنا اديتو بدنش نرجع له بعد شوية افتي تحية فتحي المودي سامير السليمي مساء الخير اهلا وسأل سليم مساء نور تحية ليك زروق تحية الوليد عمار وطلق وولي اسمه وفينا الناس لكل تحية الصديقي واخوية الكبير بطبيعة الحال وعشرة وستاذنا الكبير قام في القانون وقام في الرياضة عايشة هذا بدون موجام للناس كل تعرفوا في السعيد جدا بالتواجد معنا في الحصة متاع اليوم اي سيدي مرحبا بيك سامير كذلك رفقنا وليد جرفيلة انيق كالعادة مساء الخير اهلا وسأل سال خير دائما مرحبا بيك مرحبا بكل المستمعين الناس اللي تابعوا فينا على يفام تيفي مرحبا بصامرة انا لو استاذ فتحي المودي كنت نحكي له في الوف بعثتنا انتي البلانيك فتحي المودي كان بش يكون بحذين انهار ثلاثة وانا مانيش موجود في البلانيك سيتيف ريمون مع التا ديسبسيون توتال اي اخي والان نهار الثنين انا قاعد متك يجي ريكتيف يجي ميساج ريكتيف فتحي المودي نهار الخميس نطرت تحكي لهم عنه كتلي اللي احكيوا فيهم في الجروب فريفينت انا سايب عليهم هذي حاجة تنجم تتعدى في اللونتين ليه الاستاذ راو كل شيء تعدى في اللونتين نحكيه مع الاستاذ قبيلة بيصيرش في التيتين على المشهد الرياضي وصف عامة والسياسي والمجتمع يهذا كل شيء والفيسبوك ويدقلوا معناها من عادات مالغزمون معناها ولت حاجة زغوطات كبيرة ويحكي سيفاتحي يحكي الاستاذ على العصر الذهبي بتاع الخدمة كيفاش كان تقبل وكيفاش كان معناها هو الجان من خير فيسبوك اي 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 اللي كان صغير وكان معناها في الجورنال وفي الصحابة ستة وسبعين سبعين راو نحكي الحمد لله. كنا نعرف مدرسة الأستاذ تاريخ كبير في الصحافة في المحامات. لكن نحب نحكي على التواضع متاعه. بالحق ما سميش شكون من خلال تجربتي اينا وتجربة حتى الولايات الصحفيين اللي عندهم برامج إذاية ولا تلفازية شكون يقصد الأستاذ وتكون عنده الامكانية ما تكون ش عنده انبشمون بش يحذر ويلبي معنات النيداء ويلبي الاستدعاء ويجي ومش اي واحد يكون في المكانة على الأستاذ ويخرج البره ويمشي قنوات كبيرة وقنوات عربية في دي كمبيتيسيون كبار معناتها كاس عالم تعايت له بكرة حابة الصدر هديك يجيك شو انا نقول حاجة اخيرة ونختم بها هو جنيرال المقدم هو اللي يكتشف ويقدم الكرونيوكور الأستاذ بالعكس تان كرونيوكور اللي يكتشف وعطى ثيقة البرشة مقدمين. اوه حيلة ذي حيلة. اخويا. اخويا في فورما الناس يا سيدي مرحبا بك وليد مرحبا بك سمير مرحبا بك أستاذ فتحي المولدي بش نبدأ؟ تعرفشي كيفاش مرحبا بك فتوح ولا فتوح. مرحبا بك فتوح. على عكس العادة مش بديو بننفوض يجور بش نبدأ باديتو فتحي المولدي كرة المشاغبين على وزن مدرسة المشاغبين. اديتو اذاك فتحي المولدي والله يتوح ستة شهر عندي صاحبي قال لي يعرف مدرسة كيف ما يعرف مكتوبه. قالي نعرف فيها برشة اقسام ومنهم قسم فيه مجموعة ثانية قالي نعرفها كل بلار مرحب نجم ترا فيها وجهك. قالي نعرف هالمجموعة الثانية والله يحفظها شربت ما فهمها. عارف كل تلميث اش يعمل فيها وكيفاش يقرأ وين ميال وين يحبي يوصل. قلت له بربي اخي مش توليش يا كسحارة متاع شوف لي حل ساسم هذيك. جنات. جنات. تعرف كل شيء. قال لي عاروش نحكيه لك والحكاية عندها ستة شهر. وم بعد رجع لي بتبيعة الحال. قالي فم ثلاثة في القسم طيارات. واضحين. هذو كما انجب النجاباء. هذو كما ناجحين بش يجيوا الولانين. ومو بتبيعة الحال الثلاثة هذو ما جاءوا الولانين. ولو انه واحد منهم يتعثر تاحد كربس. وشوية لما جاء مش المعدلة يا سيدي. شوية لصار فيها مسار. ولكن شد روحوا في اخر الامتحانات وتجاوز الايهانات لانها كانت بتبيعة مش تكون له ايهانة هو من الانجب انه جباة من الناس المعروفة. وقال لي فهم زوز تلام ذا اخرين في القسمة ذايا. زوز تلام ذا يا اخويا عقلي نياشر لي خبشوا يدبشوا. يخدموا بالساكتة. يحترموا الادارة. يموت عليهم المدير. يحبهم المدير برشا. هذو كما هو كسافة امورهم. هاي لا ناجحين دوفيس. اما يجيوا بعد ثلاثة الولانين. الثلاثة الولانين ما معهم ش لعب. هاي. قال ياما في الاخر. قال يفهم التلميذ يا اخويا مشيكس. مشوش. مقلق. برجوليا اسمع. عايف المدير في حياته. ومنين يدور المدير يسمع كان فيه كلام ما كنوح هاشلو. لكن سناء عام سناء. خلف لي عايف المدير في حياته كار كريسر. المدير ما عدا هالوش. هاو كا جات قد قد. رصاته ام دوبل. بو خير مني كما عمناول مش دوبل باركة عمناول تردوه جملة. مكاتب الجمهورية جملة. ورصات تدخلات ومجلس الامن. على كل حكيلي صاحبي على هالمدرسة ذي. هذي مدرسة كوارجية. قال لي مدرسة مشاغبين. اما برجولية. الريحة اللي فيها مهيش بنينا بالكل. هو يعطيك صاحي. صاحي يا ماتر. وكي نعرف نعرف كده عندك ديتو اللي متافورية. دهما حسيلو سامير مهوش. ايام انا ما فهمتش الاتلاثة قرية مهوش يحكي. ما فهمتش لو يقصد. انتش ما فهمتش لو يقصد. ما فهمتش لو يقصد. خلي شوف مع وليد فيش كون يقصد. يعني زي ما مش كون تنام ذا العاقلين. وش كون تنام ذا المشاوشين. اللي يطردو ديفينيتيف. ودوبلو سانية. ماش الشه ktoś headset. ماش كون. العاقلين لو كلابوا البرح ضدوا بعضو. اي اي. اي اي. اي اقي راجعوا مع بعضو بالبرح. العاقلين يرجعوا دروسوا مع بعضو بالبرح. العاقلين اللي يسمعوا كلام المدير يجيوا دي حت time بعد 3 انواني. راجعوا دروسوا مع بعضو من يطريuk夏.' فأ problem. معوظو ورجيش. مش لي من ورجيش بلوتو. ايه فولا. عندك ما تعلق على لديتوم تاع الميتورة? ولا توا نرجعون بعد نتعمقوا اكثر في مدرسة المشاغبين. انا شوف. تريزة. تريزة تريزة. تريزة وكلفينا وحاجة رقي برشا. فتحي الموزي. ايه بيانصير. ايه بيانصير. ها قد دخلنا في مدرسة المشاغبين وتليم دا مدرسة نوع. انا اكثر حاجة عجبتني. والفهم يفهم. اكثر هذا عجبتني. ايه. كل واحد يأتي حق ولو استاذ. قال لك. اتكركير زيت. مش كامل. فهم زيت اتكركير. بش ما. الشحب. اتكركير. ايه دا هو. اعتيك صحة على اديتو. مدرسة المشاغبين. على وزن كرة المشاغبين. لفتحي المولدي. ان شاء الله يا اخوي مش اخر مرة تجيب. احدانا كل مرة تجيب معنا اديتو. فينو. كما اللي عادتين نتوا يا فتوح. نخرجوا بفاصل صغير. ثم نعود. وبش نحكيوا على الرابطة الثانية وعودة الملعب التونسي. مرحبا يبين جديد في سبور بلوس. سوى الخامسة وثمونتاش دقيقة. البداية بالمسجدات في الرابطة الثانية. زوز فرق رسميا تعود الى الرابطة المحترفة الاولى. لانفو دي جور. نحكيوا على رسميا سامير سليمي عودة الملعب التونسي بعد الفوز قبيلة شوية على قربة. كذلك سعود سيدي بوزيد عودة الملعب التونسي بعد نزوله في الموسم اللي فارت. عودة سيدي بوزيد بعد ستة مواسط دونك رسميا. الملعب التونسي وسيدي بوزيد عودة الى الرابطة المحترفة الاولى لكورة القدم. بعد نهاية اليوم جولة البلايوف. نذكروا مرة اخرى. الملعب التونسي كمل في صدارة المجموعة قدام قوي في القفصة. قربة وشبيبة القيرا وانيو. لانه بعد شوفش نحكيه على ماتش قفصة والقروين معانتها معانتها منطقي وفي اربعة اربعة في ميتان. سيدي بوزيد والقلعة وجربة وقابس. سيدي بوزيد اكمل في صدارة المجموعة اللي ثانية. دونك رسميا تعرفنا على زوز في رقصة تكون موجودة في رابطة المحترفة الاولى موسم المقبل سامير. هو قبل كل شيء الساعة راو تلمون الدنيا تجري وبسرعة. البارح في الايام الملعب التونسي يطحت هكا ولا تيتاوت البارح البارح الملعب التونسي تحت. وخاضت في 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 باردو ومشاكل وكلام وكذا وملعب التونسي الفريق الكبير اذا كيفاش يتيح كيفاش كذا. ايطاح الملعب التونسي ومبعض. ما يلزم يعاود يبني ويعاود يخدم ويعبش يرجع. وباهم الملعب التونسي عاد لمكانه الطبيعي في بسرعة قصوى بسرعة قصوى بيت في. ماش تسعة شهر ورجع الملعب التونسي الى مكانه الطبيعي. ليش? لانه الفريق امن انه هذا كواقع انه طاح الفريق لأسباب عدة ولا بد علي انه يخدم وانه يرجع وانه كذا ايدارة. ولو انه جيت وقت الفرصة بتاع الباراج. اي. وقت اللي رجعت الشابة ما استغلهاش. ما استغلهاش. ما استغلهاش. فنقوله الكلامة ذايا. وانه الملعب التونسي ان شاء الله يكون معناه استوعب الدرس. والاخطاء اللي قام بها في السنوات الفارطة. يعني الملعب التونسي راو تراجعت معناها نتاجه خلال السنوات الفارطة. ما عاش الملعب التونسي انت عن تسعينات وسبعينات وثمانينات وكان نجوم الكبيرة الكبيرة ياسر وكان في مو المنتخب. الملعب التونسي في الخمسة سنوات الاخيرة تراجع لمردود المتاعوه. لأسباب عدة. ان شاء الله العودة إلى الوطني الرابط المحترف الأولى تعطي معناها للهيئة المديرة مجال للتفكير أنه الملعب تونسي فريق كبير وعريق وأنه مكانه الطبيعي هو الرابط المحترف الأولى واستوعاب الدرس بالنسبة لسيدي بوزيد بالنسبة لينا مفاجأة مفاجأة صارة سيدي بوزيد بإمكانية مادية محتشمة وقليلة جدا لكن ببرشة رغبة وبرشة تموح وبرشة تركيز وتنظيم فخلقوا من الضعف قوة وعادوا للرابط عن جدارة عن جدارة لأنه نتيجهم كانت ممتازة ببرشة الكلمة ذي اللي شو نقولوه؟ نقولوه الحمام نلف ونقولوه للشابة اللي توا فما دي السابسيون كبيرة ياسر موجودة في الشابة وفي حمام نلف على مستوى أنه طاحوا أي طاحتوا ومبعد يزم العودة والعمل والأمل دي ما يكون موجود فهمت؟ ونجموا لعام الجايق إحنا ربي بخير نرجعوا نتكلموا على الشابة وحام نلف وقولوا هاي عدد للرابطة المحترفة السنين بشيتيحوا أربع فرق من ربط الأولى إلى الثانية وبشيطلعوا زوز في ربط الأولى في الموسم الموق بمشترجع ربط الأولى بأربعة تاريق فقط نوردين بن بريك رئيس الملعب التونسي تصريحه في ميكرو زميلي محمد هادي بخوش اللي كان حاضر اليوم في ملعب مباراة الملعب التونسي وأندي القربي نوردين بن بريك إذن رئيس الملعب التونسي تونسي أستاذ فتحي المولدي أو فتوح ما المطلوب من الملعب التونسي حتى لا يكرر نفس أخطاء المواسم الفارطة وليس فقط المواسم الفارطة لكي يستوعب الدرس كما قال سامير الله سليمي اللي أنه في الأربع خمسة ومواسم الفارطة ملعب التونسي يتيح مرتين للربطة الثانية ما همشو شوية ولازم زادة ما يتعاديوش ينا برسو إنو طاح مرتين في خمسة سنين صحيح أولاً يجبنا نذكره إنو الملعب التونسي طاح عمناه الظلماً ورجاع السناء حقاً إنو المكان العادي بتاع الملعب التونسي هو البطولة المحترفة الأولى عمناه الكام بنولو خدمو معلسف فاما منظومة فاما نستخدم ما يستخدم أقل فريق معناه عنده ربما وزن جماهيري وجماهيره تقلق خوفش منطقة سيادة في باردو خوفش الناس الملعب التونسي معناه لحباهم تاعهم مكترهم ربما من الناس الكبار إلى آخر هي لأنو لحباهم يتبعوا التاريخ شكون هزبوا طولات كيه طولت داي شكون الاسبراس نحبوا الاسبراس كذا هذا هو القانون معناه قانون كيما اللي يحبوا الريال تقام نستكبار يحبوا بارشلون أنا أنا صغر ولا توجد ما بعض الاستثنايات ما نحسبوهم مش إذن الملعب التونسي من أول درس هاو كل أنت وسامير سليم يتحبوا الريال وصغر هاي بطبيعة شابت هاي تحب بارشلون هاي تحب بارشلون نا عد أصل مني حات سامير نا وين سامير أصل مني ليه مش قدلك الملعب أول درس ياخذوا الملعب التونسي معاش يضلموه معاش يخلي روحوا يتضلموه معاش يحط روحوا معناه فيه يدخل فيه كذا كيما عمناولي يعني كنس ملاح نس ملاح نس ملاح نس ملاح يكلوك لذلك أول درس من حسن لحظ الملعب التونسي عنده هيئة مديرة جديدة هيئة مديرة جديدة سينوردين بن بريك عنده الإمكانية المادية عنده الفلوس عنده كذا الملعب التونسي عمناه لطيح روحوا عازم لاعبه اللي عنده جاء في وسط السيزان وبيحوا في باله مش هلعب كوب بارابو كوب دافريكو ساعة واحد كيح اللي مكثر من الحلم متاعهم حبوا على الخامسة حبوا على شمبيونات عمناه ننسى وهم شكل طموحات هادو مدروس هادو مدروس يليزم الملعب التونسي ياخذهم بطبيعة الحال ويعزز الفريق متاعه ولو انو انا عندي نظرية هذي عزز فريق طلع اولا نساء تحافظ على الناس اللي وقت اللي انتي تحت السفر وقت اللي انتي بعيد على الاضواء وقت اللي انتي تحارب وقت اللي انتي حتى جميع الملعب التونسي معاش تتبع فيك هم يقدحوا ومبعد يجي واحد من تالي وعايت يامالي وانا عايت يقولوا وصوروا وبريمات ويجا هو بشلعو وجنرال ماهو السبب في اللعبوت متاع كنسي وانا عايش اتلهاب اولادك لما لعب التونس في مدرسة انا نعرف باردو وسامير يعرف اكيد يعرف باردو اكبر في بنيار تحب تجيب مياه راو حيبو مياه الملسيين التذب البرطال اقصار سعيد ويدليل عنده ويكيب بالحرام بارسلون توقع تشتي الريجيون اللي تكون فيها استاد تونيسيان بارسلونة تقول مين عندكم الخيرات لكن معالسف خيرات الملعب التونسي يمشي والغيرها اليوم وقايد في ملعب التونسي الخير متاع ويبقى عنده هو ملاحظة بركة تعقيبة تفاعلا مع كلم الاستاذ صحيح الملعب التونسي ظليمال موسم الفارت لكن زيد الملعب التونسي ظلم نفسه لم روح اكيد 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 انيس البوسعادي وقته هو ثاني ترتيب لم روحه لم روحه الملعب التونسي مش في عمليه البركرة وفي الخمسة ست السنوات الاخيرة وذاك عليش انا اتكلمت على امجاد الملعب التونسي لانه عودة الملعب التونسي ما يزماش تقترن بعودة فقط لا يرجم بتدريجيا يرجع للمكانه الطبيعي هو المنافس على الالقاب وذيك مكان الملعب التونسي الطبيعي اه عندكم تعلق الملعب التونسي سيدي بوزيدو او خلنا نحكي عن النتيجة الحاجة البيهي استاذ في الملعب التونسي واللي ربما كان ما صارتش واللي نخافه على مصير الملعب التونسي انه حتى كي يسقط للربطة الثانية يطلع في عامتها لو اذا تعدي عامين وثلاثة واربعة نجم يسير لكي المرس نجم يسير لكي الولمبيل النقلي نجم يسير لكي الرلوي اذو مجمعيات التحاد التونسي برشة برشة نودي الحاجة البيهي ومو انه في الملعب التونسي يلسور اشيات فيسع ويخدموا ويرجعوا لكن ما لازم المرة هذي تذكر امتاع ذهب من غير عودة الحاجة البيهي الأخرى يعطي الصحة سيد نودين بن بريك اللي ما خليش الملعب التونسي وقت اللي طاح للرابطة الثانية وقعد يخدم ورجحها للبلاسة انتاحها للرابطة الأولى نحييو كذلك فما برشة ملعبية انا جورو جوان الاستاذ لازم كتعرف الاستاذ اللي هو في الملعب التونسي فما مهر الحنيش فما كريم العواضي فما سيم هليل فما حسيم الحباسي فما صابري العماري هذو ما ربما كما جايش اسم الملعب التونسي وقيمة الملعب التونسي ما يقعدوش مع الفريق في الرابطة الثانية خاطري نجمو يلعبوا في الرابطة الأولى هذا يوري قيمة الملعب التونسي وان شاء الله كما قلنا رجوع من غير عودة ان شاء الله للرابطة الثانية نجم سيدي بوزيد كما قال سمير خدموا على رواحهم بو عندهم الفلوس ان شاء الله زيدا يزيدوا يحضروا العمجي للرابطة الأولى سيدي بوزيد يعرف الرابطة الأولى وصل الرباح حتى فرق كبيرة في الرابطة الأولى خاصة في الميدان داحية داحية الرجل السعود حسن القيبس يخي يخدم في أسانسور عنده شركة عنده شركة متاع مساعد والله ما فيمش جمعية اللي حق فيها لا واسمع لا وشي عجبك في الأسانسور جمعية النشنال اللي يخذها تحبته هذيك المشكلة ايه يرجع للوحدة يطلع في الأسانسور يا ماتر كان يريني في بنجردان معتبش يلعب بلاي اوف سيب بنجردان ومشي للليك دو حاجة بايا حاجة بايا المدرب يقعد عنده الكاشيت عنه يطلع جمعيات ميمشيش البروفيل وحاجة أخرى لها موجودة اي موجودة هو لها مدرب مالعب التونسي القادري لطفي القادري لطفي القادري عام القادري يا سنان تحية اللطفي وجلال الكوتا طالعة هو هو لطفي لطفي قادرين جميعا الوالد متاحهم بريزيدناهم متاع الفيفا وكان زادة البروفيلة ذاية الله يرحمه سي لطفي السبتي كان يدار ولا كان مالوجود بي نقعد معك واليد نحبو نحكيه على نتيجة معانتها أثارت كل عاد هي كل نتيجة تثير التأويلات لكن نحكيه على قفصة والقروان أربعة أهداف مقابل أربعة والثمانية أهداف الكل تسجلوا في الشوط الأول معانتها نفس السؤال يحكينا عفيهم عديد من المرات هل من حق الناس أنها تأول لأنه ثم كلم خراجز أقبل المباراة ذاية بطبيعة هذو مجمع عشق وفترهم في الميطولو شجلوا ثمانية أهداف وصاموا وكملوا السيام في الشوط الثاني شو أيمن كيفانا قال لاخذ ذحكا على الذقون شو؟ ولينا نعرف الأمور كيف تدار وكيف تسير وهذه الرابط الثاني ما حقهش دوزيام ليك حقها باري ليك تفتوفة ليك تنفنيفة ليك يبدلونها الاسم التاحة والله أستاذ مع قرب العيد خاصةً بتبعها تثير الشكوك والحقيقة في غياب العقوبات في غياب على الأقل أن نتبعوا الإجراءات وين وصلت لجنة الأخلاقيات شا عملت في لقاء رادس ونمحمدية 7-7 وين وصلت جندوبة وجربة نتعلمين يا نيسي صاحباني لأثار الموضوع سسمة شبيبة القيرا وين نذكر زيدها واتحاد بنجردين وقتها وين وصلت للجنة الأخلاقيات؟ ماذا تقول لك؟ يقول لك أنا عدينا الأستاذ الملف للنيابة العمومية وين بح فماش نتائج بحث بالنيابة العمومية؟ يقعدوا تلك أسوات يقول لك يا مسحيح لأنه سمحني أنت كجابة متضررة تعديش كاية وانت تكون قايم بالحق الشخصي دونك أنت طرف؟ بالضبط ما تقولش حتيتها وما نعرش كانك أنت حريس أنت طرف تطلب التعويضات وتتبع قضية كما أنا عندي قضية نتبعها لا أنا عملتش كاية شنوها عملتش كاية وكل مرة الأخر سمحني الخطأ الفضيح هبتو كومينيكي العشية ولا في الليل من عاش الماتش شنوها جندوبة يظهر لي ويسميه اسم تعويض أي 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 أسيمي مش اسم عبدالراوف الحر زلي تسمي اسم شخص بين حق أنت سمعت شنوها سرقولوا بتاقي التعريف وأملت هبت اسم هذا تعدي على الحياة الشخصية على المعطيات الشخصية ما تسميش وإذا كانك زعمة زعمة عمل فيها بطلها كقيتك ما قيت شي لابريف هاوليوم أربعة 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 وماتش ندوبة وسبعة سبعة عامنا وما انت أربعة أربعة معناها تشوف الأشكو مش يربح مبالغ كبيرة كان فهم مبلغ كبير ويثير الريب هاك مؤكد أنه فهم مبلغ كبير أربعة أربعة في ميتان ما يعملها حتى حق اللي مشي على قعب على أربعة أربعة في ميتان دوك هنية مش يكون فهم شكوك يقول له وبالتالي فاحت بقى مفتح بحث والنتيجة كالعادة سكر الدوسي المشكلة يسامير انه قفصة قبل اللي قارة وعندها حدود بيش بيش تتعدى هذي نفس توقيت لعب ويعرفوا النتائج الأخرى ثم شوية ردودة فعنتع جماهير وصفحاتع شبيب القارة وانية بيدة بلاي خانع ديوم ونقرأهم معناها مع بعضنا البارح قبل أكثر مليون كامل محب يقول بينه وبينه فما تلاعب بنتيجة مبارات اليوم شبيب تبون هالموزنبية قرابحة أربعة ثلاثة في شوت أولى شكوك تحوهم حاول ما لم يفتح ما لم يفتح ما لم يفتح حاسيلو هكو تشوفوا فيهم عليها الكابتور من أحباء شبيب بيدهم من كيجدين يدانا حارس الشبيب يقع شطب ونهائنا يحال على التحقيق هو والمدافع ابن الشبيب الغائب اليوم ومعهم زوز مهاجمين أخرين الذي تثبت جميع القارة انت وردوا تم حكيات وخزع بالات وكواليس وماتش موش تليفي زي ولنفهم مشكون اللي هو اللي ملعب اللي ملعب وما فتفهم حتى شي برح رئيس الشابة قال ربطة ثانية أنظف من ربطة الأولى اوه 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 رح يحكيه لي على لقاء مل الرقبة أستاذ وندي قصره ليه يحكيه لي زيادة عرض صار فيه وكواليس ورئيس فرع معامل المدارب يقدمون اتسقالاتهم اليوم قبل الغد لعجزهم عن إيقاف سيناريو تلويت الشبيبة يذوما ديباش رأوا متاع متاع شبيب القراوة بيدهم سمعني سمعني نفرح كراه ضد مسؤوليهم يحس بالإهانة على خاطر هو فخور بالشبيبة شبيبة وما ادراك عام سبعة وسبعين ثمانية وسبعين اللي هازلت البطولة وربحة عربة على اليتوال وربحة على الكلوب على بعض ووعدة وجباس والعبيدي وعنى وقتها عندهم فريق استثني هم عندهم الحق يبكيوا في الدم على الشبيبة وين وصلت يعبتوا للشارع كنت هزا البطولة ما يبص للشارع اما كتمسني في شرفي لانه هو يعتبر وانه مسيت الشبيبة في شرفها وتاريخها ومجدها وانت تبيع الشبيبة بأرخص الأسوام يهبطك للشارع ويعمل وعنده الحق وهذا انا جشوفيات معنى فخور بولاد الشبيبة اللي قاعدين مش كما احنا عنا معلسف انصر اخاك ظالي بنا ومجدومة هاي نكمل باخر اخبار في الانفوت جوجور قبل ما نحكيه على موضوعنا بعد شاشة تاكو تاكوش يكون في علاقة بحراس المرمى وعودة على مخرجات البطولة البارح الجولة الاخيرة نجعلها من خلال زوايا مختلفة اخبار يخص تراجل ياضي تونسي رسميا 35 ألف مشجع في مباراة غدوة وفق سيف وتراجل ياضي تونسي في ذهب ربع نهائي رابط الابطال الافريقية سلطات الجزائرية سمحت رسميا ب60 ألف متفرج لكن الكاف اعطت 35 ألف مشجع غدوة المباراة في ملعب خمسة جولة في الجزائر مش في سيف نعمل تور دوتابل على الخبار على المباراة نعمل أفانغو غدوة لمباراة تراجل وستيف 35 ألف مشجع يؤثروا غدوة بالنسبة للمباراة بالنسبة للأجواء على تراجل ياضي تونسي سامير خاصة أنه ما كانتش مباراة جيت في أخر 24 ساعة هو في البداية البطولة الجزائرية اللي نعرف هنا بدون جمهور أول مرة أول مقابلة والإكسبسيون صار في ماتش أولا في ماتش الكي باسونال متاع الجزائر مع الكامرون وماتش وفاق سيف في الجمهور يعني الدولة الجزائرية وراء الأندية متاحها يعني رغم منع الجماهير فإنه هذه وفاق سيف يمثل الجزائر وبالتالي وجب دعمه دعما كاملا ومنع الحضور الجماهير الكبير كي تعرف المساج أستاذ وين يمشي الدولة وراء وفاق سيف إذا كان إحنا إذا كان إحنا بطولتنا بغير الجمهور وجاء التراجل والإفريقي وعطيناها خمسين ألف متفرج فلسيا سيكون دولة مع الوزارة الداخلية مع التراجل ومع الأفريقي ومع الأطوال باش ندزوا معها هنا دولة الجزائرية معاوي فاق ستيف لأنها تعرف قيمة المباراة هذه وقيمة خاصة مواجهة التراجل الرياضي تونسي الرياضيين تأثر؟ النقطة الثانية ربما تؤثر على الاثنين ربما تؤثر على ستيف أكثر ما تؤثر على التراجل لأنه التراجل الرياضي تونسي متعود باللعب الخمسين ألف والأربعين ألف وفي نيجيريا وفي الكامرون وفي المغرب وفي مصر ومع الآلي ومع الزمين كمانات التعود فالقونت الربما وضعته في البطولة الجزائرية تأكد أنه ليس الفريق الأفضل على مستوى البطولة في الجزائر وليس هو وفي الكامر وفاق ستيف 22 يحاوني على مستوى خاصة خط strategic هجوم متاعه. عنده خط هجوم ضعيف. وبالتالي كل الظروف ماشي للتراجل التونسي. وربما اجابة عن سوالك عنص الجمهور يخدم التراجل التونسي اكثر من وفاق ستيف. ولربما زاد الجمهورة نص ساعة لعب ولا ميتان وما تمشيش الكورة. يدور عليه. توافق سامير جد النظر ولا تعتبر انو اذا افانتاج الوفاق ستيف دون نسيان المعطى المهم اللي هو مباراة الايابة تراجي سيعلعب دون حضور جماهير وفيرتس. هده يا حاجة اخرى انو تراجي ملعبش بحضور الجماهير. اكيد انو مش في مصلحة التراجي في لقاء الياب. بش يلعب ما غير جماهير. ولذلك على التراجي حسم التراجح منذ لقاء الذهب في ملعب خمسة جويلة. ربما اراو لبونتاج اي من نتصور انا ربوع ساعة الاربعة دراجة لولنين مترك الفيرفور وك الحميس الكبير تع جماهير عندها برشة. ما حضرتش ورورة. وستيف تبعد بالسيارة ثلاثة سوايا على ما نتصورش الخمسة وثلاثين الف الكل نتصور بين عشرين وخمسة وعشرين الف بش يكونوا اه حاضرين لعبات التراجي عندهم خبرة كبيرة اتعاملوا مع الوضعيات هذه مؤخرا غيلين الشالي ومحمد علي بن رمضان في مالي لعبوا قدام تقريبا ثمانين وتسعين الف اه متفرج لعبوا مع الويدات في المغرب لعبوا مع الاهلي في مصر. سامير ستيف روس حيح مش المنافس ربما اللي في قيمة التراجي في الوقت الحالي رغم اللي عنده تقاليد كبيرة لكن فيه لاعبين شاهدتوا هنا ضد الملدية فريق خالد بن يحيا نهارين التاني فريق فما عنده عناصر خبرة. فما عنده عناصر خبرة نحكي على جحنيت قاراوي عبد المومن جابوا لقاعد وقام مباراة كبيرة فما عناصر شبان احمد قندوسي دغموم. فريق صحيح ربما ماهوش في مستوي التراجي لكن على التراجي الحذر تعرف انت ربع نهاية نتذكروا لسنة الفارتة ضد بلو ازداد ايمن بلو ازداد تتصر على التراجي اثنين بشي والتراجي هنا بيشق الانفس بضربية الجزائي نجم يترشح على الشباب. احنا غدو بش نرجع باكتر تفاصيل على المباراة الكل ما في علاقة المباراة النادوة صحفية للتشكيلات لكل التفاصيل لكن خانكملوا فارد مرة مع فتح المول دي غدوة المباراة فولا غدوة هي تراجي ووفاق الصيف ما بين الجمهور حضور الجماهيري ما بين تراجي ليسعى من اجل لبيت لطالة الخامسة كيف يجغلوا المباراة متر? والله اكثر حاجة جماهير بالعكس بالنسبة لي انا يعطي رونق للمقابلة انا مع سمير ووليد ربما الجماهير تكون ضغط وسيل الضغط على الفريق المحلي اللي عنده مدة يلعب دون حضور جماهير ثم الفريق المحلي ووفاق ستيف مطالب بالانتصار مطالب دونك بالهجوم دونك بشي خلي برشة دونك موالكنا هاو ويني خوفني الجمهور انا خوفني الجمهور انا مستوى التحكيم اي او هم اجوز اعتراف مع التارجي ما يعمل شي مع الفريق ستيف اربما يشجعهم ولك اربما يعطلهم انا نخاف بالتحكيم انا في افريقيا مكش تتفرج في تشلسي وتفرج في الريال وتفرج في الكيمة الاربيتر متاع البارح اتليتيكو ومانشستر سيتي بقى حرام اربيتر افريقيا راوفيتش في ملك الشرطة المقابلة ولو هرأولي بشي زفر احصر حكم افريقي بيكتور دونك يا ودي حتى اليو راحصر حكم افريقي ووقفلنا الماتس المنجيلا متاعه ووقفل عنده مياختر واحصر حكم افريقيا ماذا مشبت افريقيا تاجدك افريقيا ماذا بنضارف عليهم والجماهير والضغط وكذا خاف انا خاف الحقيقة لونك من خافش من الترجي من خافش من الفريق ستيف لانه الترجي وملكلس عندك معلومة راهو الترجي يحت ملا معناش متاعه العب في ملعب خمسة جوير هي اكثر من فريق ستيف في العميل العب ثلاثة مقبلة ثلاثة مقبلة أنا مشيت له الملعب ذاك يا والدي روع لحب تلعب كورا تلعب خمسة جويلة ها ونكن سمير لعب فيه أنا مشيت له وعشت فيه معناها تظاهرات كبير يا ودي ملعب متع كورا ملعب ذاك ترجي لعب في قسطيف هما عندهم الجمهور وحنا عندنا الملعب اللعبة أدوميسيل مع جمهوري في قسطيف يا خير ملا نقشيت ملا نقشيت والله يعطيك صحة يا ميتك نخرج يا والدي مسكينة عابيرش تليت مصبحة بتترويت الليلة نخرجوا فاصل ثم بش نرجعو نحكي وعلى البطولة استنتاجات الجولة الأخيرة البارح المجموعة الثانية مجموعة المشاربين كما وصفها قبلة شوية فتح المودي انتو ما تسمو في اي افم سبوخ بيوز سبيسيال رمضان مع ايمان زروق على اي افم أحلى راديو مرحبا بكم نجيد في سبور بلوز سوى الخمسة واثنينة واربعين دقيقة أخطاء حراس المرمى تتكرر تاكو تاك نعم أملاي اجابة على السؤالة دية في اربعين ثانية لكون من وليد سامير الله سليم تبعت الحال صوت الحكمة سيكون حاجة طبيعية سفتحين المودي حاجة واضحة معناها نبدأ معاك وليد أخطاء بن سعيد وجمل هل تعيدوا ترحميله في حراس المرمى نعم أملاي 321 توب كرونو الحقيقة ما نعتبر هايش هاي من بشتوعيد الجدالة على حراس المرمى شو مدام الحارس يلعب مدام مقابلات راهو بش يغلط الحارس وهذا يكيد نختلفوا في نوعية الغلطة نعتبر هنا سنين يمكن في البطولة الغلطة الأولى الكبيرة البشير بن سعيد لانو كان نشوفوا سامير الكلينشيت اللي عملهم بشير بن سعيد عدة مقابلات راهو مقبلش فيهم هداف كيف علي جمل عدة مقابلات كبيرة في الشامبيز ليغ ربما غلطت بالوزداد في بالوزداد هذيك الغلطة وغلطت البارح شو ستاب فو بروبليم يتطبعوا الاغلاط بالنسبة لي هنا عنا حراس متوسطين او فوق متوسطين شوية ما عناش الحارس السوبر اللي هنينا على مرمى المنتخب الوطني دونك لا يعني لا الاجابات تاعك هل تويفق الرأي نعم أملاي 331 توب كرونو هو السؤال اذا كانت تقلقوا في الجولة بتاع البارح بالسعيد والجمل ودحمان كانت تقلقوا وتقلقوا بير بشو نقول له حراس مرمى متاعنا في مأمن عنا حراس كبار تيمو مستوى متاع حراسنا معروف عنا حراس بهين مع الناس حراس كبار معناش عتوقة معناش شكري الواعر معناش في الاخر علي بومنيجل معناش البلبولي معناش المستوى متاع الخمسة ستة حراس بدون ما نعم معروفين هذك هو مستويهم وبش يكون واحد منهم موجود في المنتخب كأساسي وما ننتصورش انه فما حارس مرمى جون بش يظهر كي منا مركز المهاجب مش يظهر بش يلقاه في المونديال سعي بس نطلق لهم في المعنويات متاعهم يخدم الروحهم مشاهلا يكونوا في فورمة وقت المونديال يعني معناش حراس سوى اخطأ جمال وبنسعيد ولا ما يخطأش معناش حارش في انتظار ناخدوا تصويت الجماهير ناخدوا صوت الحكم مرة اخرى البارح الحقيقة نتحيروا شوية كنشوفوا ديبيوت دقاق تمركيه البارح البنسعيد وخاصة علي جمال نخافوا شوية كنشوفوا بين زي ما فيش قاعد يعمل مبابي فيش قاعد يعمل كوب ديومونت قاعدة ماشية تقرب الحقيقة معناش جول يملة نحكيه اليوم على بنسعيد شريفية الي حكيه وعلي قدش من مرة وده حمين مع انت ال ها اهلي من حق العبيد انها تخاف وفي النقطة هذي يا ميتر انا وليت نراش سميتي بن زي ماو مبابي وقتل بن سعيد وبن شريفية تعبين زيت الجريزمان لا 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 شوف يقول يعيد طرح الجدل الجدل ما تروح من قبله ما تروح من قبله وسامير انا منش موافق وانو كانوا يتقلقوا المفروض حارس يتقلق حارس بن سعيد مستير وإلا تارجي بن شريفية وإلا علي جمال تيشي واسوس كثير في المقابلة اذا كان واحدة منهم تدخل وقاق ما يتقلق اذا المشكلة فعلا متروحة بجدية ما عناش وهذي حقيقة قالوها الولاد ما فيش حتى نقاش ما عناش حارسك اللي هارب ومشكلة كبيرة لأنه في كل المنتخبات والعالم يجب ان يكون حارس نمر واحد احنا على اسف نمروا مباشرة لنمر اثنين نمر واحد مزلنا اللوجه عليه ولا مجد نمروا مباشرة لنمر اثنين ولهنا اشكال كبير وكبير بارشة بارشة تعرف شو معناها حارس مر ما في جماعية متع كورة قدمة وكورة يدها وش حب انتي قولش كيما الاخر معناها رأي جماعية قبل رأي جماعية قبل ما يفهم شو كورة في السبعينات قالوا قالوا له شو من النتيجة ايه عرفتوا شو من النتيجة قالوا له في الكلية تلات ابو يا حدا يسبو واربحنا فيه كذير في البسكيت ترا وخسرنا سبعين خمسين ما تقولش غول باي الله يرحم انا رأي رئيس كبير بارشة ما تقولش وايت ؟ انا نارفومليح النتيجة تصويت الجيماهير في الموضوع متعنا في تاكو تاك بنا عاشكية نحاضرين ولا لا نتاج تصويت الجيماهير هل تعيد والا لا ليش ارحي وماني قالوا تقول كيف نتاج تصويت الجيماهير هيا تแتو تسويت لأن هذه كانت في علاقة بلشبيبها على المشال شباب نتاج التصويت الجيماهير بت Camera تر collect 82% مسير 3% قولوا نعم تُعيدوا طرح ملف حراس المرمى في المنتخب والثمانتاش بالمية يقولوا لا، هذوما الجماهير توجه هكا العام وين يمشي الكابتور اللي بعد هتوا يبعثوا هالي لاعب من الشابيبة القيروانية اسمه إيهاي بالعدامي موجود على أساس هو مركز زوس أهداف أي في الماتش الشابيبة والقفصة اللي كنا نحكيه عليها هبت قال ريكش في الدار نلقى روحي مركز زوس بونتو نقاط استفهام ونقاط تعجل ماذا يحدث وفهمونا معناها مالذي يحدث امامنا مانا ميلعبش في مركز اي هو هو قار ريكش في الدار ونلقى روحي مركز زوس بونتو معانتا حاسي له بيه نقصها كورتنا كان شبيح ها شبيح يعبط يكور والا يسرح له والا 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 بيه فهمتش كمشي نركب ديمور هذي هوات ميلي ومالي خلو هذي لازم يعايتولو جلال القادري سي اي هاب لازم يعايتلو بشي بدا يماركينا في مدار يماركي اللوريس والدالمارك وكل شايبه هذو من بين اسنتجات مخرجات تاع البارح لحقيقة الاخطاء اللي تحكي فيهم كذلك ونين حب نستغل زادة وجود فتحي المودي البارح كان داخل معانا رئيس هلال الشابة وردود فعل كبيرة ياسر ما في علاقة به هلال الشابة البارح زادة كان سؤالة في التاكو تاك ميتر هل هل هلال الشابة هو ضحية المنظومة ام ضحية نفسه هل هو ضحية المنظومة ام ضحية نفسه والجولة الاخيرة ببوتول البارح هل فعلا تعتبر انه صارت نوع من الخياطة ونوع من الطريزة تعتبر اذا اول اليه لا اه هلال الشابة ضحية نفسه ضحية المنظومة هذي حقيقة هذي حقيقة انا قلتها لكن ضحية المنظومة عمناول لكن ضحية المنظومة راوت نجم تتواصل لانو قتل انتي تفتسخني من الخريطة لمدة عام ما نلعبش لا نسق لا 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 انا نخلص الثمن ندفع الثمن المنظومة معناها محقت الشابة يليل الشابة دخلتها في قلة الرحاء نحاتها من من الجغرافيا متاع الكورة التونسية وهذا عمرو ما يتسامح عليه انا عندي حتى علاقة بالشابة اما اليوقاع في حق الشابة وعمرو ما يتسامح نحي جمعية من الخريطة مهما يكون شو تدوينها وشو موني يجيبتوها ولا بروفوك يذكو عليكم من البرة وهو كم العقوبات وهو كالقرارات الكلة اللي صالح تدوينة نحي جمعية من الخريطة تشبيك وهو خسرت في التران تحت الديفيزيون دو طبيعي لا اشخد خسرت تحت الديفيزيون دو دونك ضحية المنظومة وين؟ نجم تقول ضحية نفسها هو البارح التوفيق المكاشر قال نتحمل مسؤوليتنا ونلوم على الملاعبية وقل نحنا وصلنا روحنا لهذا اما هذا ما يمنعش انو كذا وكذا ماتر من هي المنظومة؟ هل المنظومة هي الجامعة تونسية الكورت القدم ورئيسة سيد وديع الجاري؟ وإلا هي منظومة تتكون من عدد من الرؤساء اللي ناس الكل تحكي عليهم ومجموعة من الاندية اللي قبيلة عمل لهم شوية متافر اللي هم العقلين تلم ذا العقلين اللي يسمعوا الكلم وكذا من هي المنظومة فعلا للكلمة ذي اللي حتى واحد ما هو فاهمها يا متر؟ لا بالنسبة لي انا المنظومة في ماذا تتفسر؟ وانو عندك رئيس جامعة قويسة عندك رئيس جامعة انا قلتها وبين ذفرين سيدان ديكتاتور معناها ديكتاتور ولكن يعمل يعمل حاجات حلوة يجيب فلوس يجيب كذا يجيب تربوسات عنده افكار حلوة ولكن سيدان ديكتاتور سيدان دير كو وقت اللي يجي انت ضده رك عدوه وقت اللي يجي تقول راهو غالط؟ ليس معادي رك تقولي عدو اخر المشكلة متاع وديع الجري وانو البرسوناليز يشخصن المشاكل هذا يا رئيس الشاب بكتب كذا كذا تعديه على اللجنة القانونية يعملون العقوبة وانت عليش خطيتها انت اخر فهمتها عليش تولد منظومة لانه سواديع الجري قوي وعنده شخصية قويسة وفي يده كل الجمعيات تقريبا رؤساء الجمعيات حبوا يتقربوا سواديع الجري حبوا يتقربوا له في وقتا ما نحكيه على سليم شيبوب سليم شيبوب تصور طوانا انا عشت هالفترة سليم شيبوب يجي الاربيتر يقولوا ربحني ماتشا الاربيتر يعطي كدو يستحيل سليم شيبوب وما ما ادرك في وقتها بش يجي الحكام بش يقولوا ربحني ماتش يا والدي الناس المنظومة تجري الناس الاخرين يجريوا المنظومة هم رؤساء الجمعيات الاخرين اللي بش ما بربي مانغشوش سواديع مانغشوش سواديع مانغشوش سواديع ماذا بيه المقابلة ذيكا تربح وذيكا تخسر وذيكا تتعادر خوفا من مصير مماثل لهيلال الشابة مثلا خوفا من مصير مماثل حتى مهما يكون وديع الجريخ لا درس من الشابة نعطيك انا اختيت درس من الشابة لانه في الجابة اللي تليج يسكبو ولعنا ووصلنا وفالاخر عملك القسة العربي الحلوة اهي جلسة عامة اهي يجي انتوما بقدرتي قادرة يخوي الاخضر يطلع وحده ويقولونهم بلاحمر يطلع بقدرتي قادرة عملينهم القسة العربي ولكن هما ما زالوا يتبعوا الشابة يتبعوا في التعويضات سمعني سمعني قطيع انتوما قطيع صوتوا هكا جيوا صوتوا هكا جمعية راه وغدوة كان غدوة كان مس المهدية مسل طوال مسل كلوب معناه الجمعيات تسندوا الفريق وينو مبدأ التضامن بين الجمعيات راه وديعنجارية رئيس اتحاد رئيس جامعة وانتوما رواسي جامعة انتوما دوا بقيتر سوليدير مع بعثكم انتوما لانو يضرب الشابة غدوة نجمة يضرب جامعي اخرى نجمة يجرق على جامعي اخرى مش رئيس الجامعة هل صارت فعلا البارح خياطة وتريزا دوم الكليمتين اسمعانيهم بارشة البارح؟ هل تعتبر انو صارت خياطة برا بورلي ريزيولتار؟ نزيد نتعامق معاك اكثر لماذا انا مثلا لم تفاجأني نتيجة مباراة الاتحاد المونستيري وتراجر جيس؟ نتحمل مسئوليتي انا وحبش نحكي باسم حتى واحد لكن الكلكم تعرفوا اللي مستير بيش تخسر صحيح لكن انا هن نجيوب نجيوب بطريقة اخرى البرح جاءوا لها رخم قديش البرح جاءوا لها رخم اربعتاش وين كنت في هلال الشابة في الثلاثاش؟ ولا وين كنت في الثلاثاش؟ توصل روحك وصلت روحك عرفت كلي جيتني كما نحب انا كلي باس عرفتها خرشني راس راس كان الشابة نظمت الشابة وما ادراك كلي عامين قبلش كون يربحها عامين قبله فات الرابعة ولا الخامسة وتكور ما عام ما كورتش اوكي؟ ولكن مو بشها الحد برحة ثلاثة بركة ثلاثة مباريت من الاربعتاش شوية شوية انت خرجت الناس اللي تلوش فيك وحاشتها بيك بيش تحب تعطيك مصروفك خرجتهم راس راس وليه ومقابلوين مع النادي الافريقي اللي حاشوا بالمقابل وفي رادس وبالجمهور وزرزيج تلعا فيه ولدي جات طريزة الكلندري اما اللي عملت طريزة من الاول هي هلال الشابة نفسها آه هلال الشابة نفسها حتى تروحها كما قال لا يرحموا سلباجي في عنق زوجيش هاته الكائنات الشادة هذا ما قلته هلال الشابة شو نجمو نعلقو على اللقطة كيمة هكاية ولا حتى البلاغ مع تطوانتي الشابة طوح لديفزيون دو مزيت لوجه على ايكس ولا ايجريك شنو يعم شنو ما يعملش والله هنا نستنى ساعة في النادي الفريقي في بلاغ من النادي الفريقي بش يوضح اللقطة هذي هل هي صارت هل هي مصارتش هل هي مركبة مش ميش مركبة خاطر وكان صارت يعتذر بالضبط اي يعاقب كان صارت يعتذر ويعاقب النادي الفريقي يعاقب المسؤولة ذايا اذا كان صارت يعتذر من الجماهير الكل ويعاقب المسؤولة ذايا هو توجه بها لشابة ورئيسها لاي هو رينايرا وحتى مكرم توجه حتى بعد النهاية المقابلة ان الحقيقة رقت هذي مريتاش لكن في قناة الكاسريت وتوجه حتى للفيراج اللي قاعدين فيه هلال الشابة وقاعد فيه لتوفيق المكاشر تبقى الحقيقة اذا لقت هذي سارت رجوان المتر ملزميش تمر مرور الكرام ما باي انواليوش يمبروا حتى هذا نرمال عادي كان حتى هذا معناها في الفيسبوك يقولون نرمال وعادي معناها يعمر كما هكا الدنيا السلامة اي اي اذا كاش قالوا سكروا حنوط البلاد ونمشي اي باي ناخدو زادا لأجواء رائعة ساميرك نعطيك الاجواء الرائعة دي ما نورت وليد ونعطيك اتي الاجواء الرائعة اي اي انا انا اليوم جبتلك معايا الاستاذ المحابي خرجني منها والله اي في الحق رائعة البارح والاحقيقة شوفنا تصور محليهم بالكداي اطفال طيف التوحد كان مشاه والبارح اللي ملعب رادس في مباراة نادي الافريقي وهي لال الشابة طوي يعطيونا تصور والفيديوهات طوى كانوا تبعوا المباراة وكان فرح بيهم رئيس النادي شوفنا فيديوهات محليهم طوى يتعادوا في المزور اطفال مرضى تاوحد انهم يحبوا نادي الافريقي والجي وعاشوا الاكسبريانس انوا قعدوا في رادس في اللوج مع البيبليك والكلوب ريبها وكذا اللقطة حلوة وصورة جميلة ياسر الوليدات هذوما هما ابناء قبل كل شي الشعب التونسي ويحبوا فريق عريق في حاجة معالقة النادي الافريقي انو الهيئة المديرة تقوم بلقطة من الطينة هذية مع صغيرات من نوع هذية فحاجة ممتازة ثانيا انو الاستقبال هذية والماتش هذية بش يقعدونهم في التاريخ متاحهم بش يقعدونهم في الذاكرة متاحهم ما مش مش ينسوا الماتش هذية فبركة الله فيها المديرة متاع النادي الافريقي على اللقطة هذية وماذا بينا كل الجمعيات متاع تونس تتلها بالجمهور متاحها بصفة عامة قبل كل شي وبذوي الاحتياجات خاصة بطبيعة الحال ويباش يكونوا معناها متواجدين في الملاعب خاصة في ظروف تكون ظروف باهية معناها ظروف الدخول والخروج وكذا والاماكن متاحة تكون تكون باهية باش يلقوا الراحة بتاعهم متفرجوا كما يحبوا قيمة سمحني كلمة اخيرة ونكمل مع كلاميسيون خذ راح تكلمة ايه النادي الافريقي اللي نحبه هو متاع التصويرها هذي امتاع الولادة الابناء التوحد وفي وسطهم رئيسة هذا النادي الافريقي اللي نحبه الصورة اللي قبل ما هوش النادي الافريقي وما نحبوش اذا كان هو النادي الافريقي انا ما نحبوش لانه الصورة اللي قبل اتهين تاريخ النادي الافريقي وان اي واحد يحب ريت ما حليهم الشبيب ها ريت 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 ما حليهم الشبيب القروان بجمعيتهم مهلوكة والدنيا ويقول لك هذا من حيهم والسخونة اعتذر اخرج يا مسئول وانه عارش يكون مسئول بين ذفرين خطر مش محسول اخرج كون اعتذر اللي غالب اراهم المون بروفوكي يودي يحكيين ان انا حكيين انت حتى حكاية حولة حكاية المفيد اعتذر اعطينا حكاية حول اللي جي تفاعله معاك يا ميتر بشواري كيفاش معانت اذا نقرأ في كومنتير معانت سلمونجي والله كبير وقد بابا قال تعديتها فيسا على اللقطة يا مناشط ما تحشمش معانت يحبني نعمل طاولة واربعة كريسي على اللقطة هيديك يعني انا خممت مئة الف مرة باش نعديها ونحكيو عليها ولا لا لا مانيش مقتنع وفي الاخر القليش بك تعديتها عليها فيسا معانت زيونا نعمل ثلاثة سوية وضيباء ونحلو فهمتني يعطيك صحة استاذ فتح الموندي اتو مومون در 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 دي بحدينا كانت اضافة ثارية وفرحان برجة انك كنت موجود معانا سامير سليم يعطيك صح هنتقبلوا غضوة عادة نحنا نفس الشيء يريد دير فعلها شاء الله هنتقبلوا غضوة شكرا ناسي كل كنتوا في المتابعة وفي الاسماع شاهية طيبات على خير بشيكون لفتار اليوم في مدينة جندوبا وانتسمون ايافين